اشتركوا في القناة فسمته بمسجد الخميس ظل هذا المسجد شاهدا على الحياة العلمية المزدهرة في البحرين التي كانت كالحلة في اوج نهضتها والنجف الاشرف في شعاعه الفكري كانت البحرين محل هجرة تشد اليها الرحار لطلب العلم والتفقه في الدين ولا زالت الحوزات العلمية وقبور العلماء فيها تنبع عن احتضانها الالوف من الطلاب فانك لن تجد قرية من قراها ماهك عن مدنها الا وفيها مدرسة دينية وقبور منيرة لعلمائها الابرار الاتقية ويشهد لها الصادق الامين صلى الله عليه وآله بانها حوزة العلم ومنبعه اذ يقول اذا فقدتم العلم فاطلبوه من مدينتي هذه ومن مدينة يقال لها البحرين يذكر ان فاتحة وقيمت في المشهد ذو المنارتين فاتفق فيها حضور ثلاثمات او يزيدون من العلماء الافاضل في وقت من الاوقات فاتى رجل يسأل عن مسألة مهمة في دينه فقصد احدهم وسأله لكنه احاله على الذي عن يمينه تأدبا فسأله فاحاله على الذي الى جانبه وهكذا حتى اتى على اخره فاحاله على الاول فردعا اليه واجاما